أكدت دراسة استقصائية أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة في نواكشوت أن نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة لا تزال مرتفعة في البلاد حيث وصلت إلى 54 طفلا من بين كل ألف سنويا ووفق دراسة المذكورة فإن 28% من الأطفال يعانون مشاكل في النمو كما أن هناك 43 طفلا من كل ألف يموتون قبل بلوغ سنة واحدة تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة أكدت فيه ارتفاع نسبة وفاية الأطفال في موريتانيا حيث وصلت نسبة وفاية الأطفال ما دون سن الخامسة 54 طفلا من كل ألف سنويا وقالت المنظمة في دراستها أن 28% من الأطفال يعانون من التقزم كما أشرت الدراسة أن 43 من الألف يموتون بعد سنة واحدة من ولادتهم تقرير اليونيسف لم يختصر على الوضعية الصحية للأطفال وحسب بل قال إن 26% من الأطفال يعملون في ظروف صعبة وخطيرة وأن 69 منهم تعرضوا للإذاء البدني وكانت موريتانيا قد صادقت على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الأطفال وكان مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة قد قالوا إن موريتانيا عملت على تطوير منظومتها القانونية الوطنية لتتلائم مع الإشكالات المتعلقة بحماية الطفولة وكانت الوزارة المعنية قد أعدت استراتيجية وطنية لحماية الطفولة بالتعاون مع اليونيسف بالتعاون